موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيلة السباق الخامس لهذا الموسم الذي يقيم على كؤوس شركة نفط البحرين بابكو وكأس فندق بارس الدولي وكأس شركة كريدي ماكس وذلك على مضمار سباق الندي بمنطقة الرفا بالصخير والذي اجتمل على سابعة أشواط حيث شهد السباق مشاركة 66 جوادا ومنافسة قوية للفوز بكؤوس السباق سواء الجياد المستوردة ونتاج المحلي خاطف فريق الحد صدرت دورية درجة الأولى لكرة القدم وذلك بعد فوزه على الأهل بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة الأهل تقدم عبر المحترف ناجيري أوتشي في الدقيقة الثانية والثلاثين من ركلة جزاء فيما عدل الحد النتيجة عن طريق سيد محمد عدنان في الدقيقة الثالثة والثمانين فيما سجل مدافع الأهل مجتبى بالخطأ في مرمى في الدقيقة الأخيرة من المباراة وبذلك ينفرد الحد بالصدارة برصيد 14 نقطة وبقي الأهل بخمس نقاط في المركز التاسع ومن الجانب الآخر تمكن المحرق من الفوز على غريمي لبسيتين بهدف دون مقابل هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الخامسة والثلاثين عن طريق اللعب عبدالوهاب علي ليرفع المحرق رصيده إلى عشر نقاط فيما بقي أهل بسيتين برصيد 13 نقطة في المركز الثاني وفي المباراة الثالثة نجح فريق الرفاع في الفوز على المنامة بهدف وحيد جاء عن طريق المحترف ناجيري أوغوانا في الدقيقة الأولى من المباراة ليرفع بذلك الرفاع رصيده إلى عشر نقاط فيما بقي المنامة متذيلة للترتيب العام خاليا من النقاط هذا وتختتم منافسات الجولة السادسة مساء اليوم بإقامة مبارتين على ملعب مدينة خليفة رياضية في مدينة عيسى فستجمع الأولى الرفاع الشرقي مع الملكية في تمام الساعة الرابعة والربع وأتليها في السادسة والنصف مباراة الحالة مع سترة ترجمة نانسي قنقر